ثمت ما يحدث من حراك في الأبواب الخلفية للبيت السياسي الذي تختفي عنه أضواء الإعلان الرسمي عن زيارات ولقاءة بين مسؤولين إيرانيين وعراقيين في بغداد الحديث هذه المرة على اللسان الموقع الرسمي لصحيفة العرب الجديد عن زيارة غير معلنة أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآن إلى بغداد عقد خلالها لقاءات مع شخصيات وزعمات سياسية وأخرى مسلحة الزيارة الرابعة من نوعها لقاءاني بعد تشكيل حكومة محمد الشيعة السوداني لم تعلن السلطات الرسمية عنها مصادر للصحيفة من الإطار التنسيقي كشفت عن ما هي اللقاءات والتي جمعت قآن بشخصيات عراقية حول ملفات الأحزاب الكردية المعارضة في إقليم كردستان ووجودها وضرورة تأمين الحدود لمنع تسلل عناصر تلك الأحزاب وحرص إيران على أمنها واستقرارها ومنح الحكومة الإراقية فرصة فرض سيطرتها الكاملة على الحدود لمنع أي نشاط مسلح وعسكري ضد إيران محللون ومراقبون أكدوا أن تلك الزيارات تؤكد استمرار التدخل الإيراني الكبير في الشأن الداخلي العراقي سيما أنها تجرى بشكل سري وغير معلن لما لحساسية أوراقها المرتبطة بعناوين سياسية وأمنية عميقة رأي آخر يؤيده نشطاء يتمثل بتصاعد نفوذ الدور الإيراني في العراق بعد تشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسقي لكن في المقابل فإن دورا أمريكيا فاعلا في الساحة العراقية يتمثل بلقاءات مكثفة تجريها السفيرة الأمريكية مع مسؤولين وسياسيين منذ أيام لكن السؤال الذي يطرحه مراقبون وسياسيون هل هناك ثمة توازن في هذه العلاقات؟ ربما تجيب الحكومة الحالية بسلوكها على السؤال الإشكالي منذ سنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر